السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم حبايب قلبي يارب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة النهاردة بقى جاي وجايبالكوا فكرة كده انما ايه فجون حلوة هنعملوا في دقايق حاجة كده سهلة وبسيطة للناس اللي بتحب الدوناتس وما بتحبش الفرد بتاعه والتقطيع والغلبة الكتيرة بتاعته النهاردة هنعملوا بالكبشة ايه وبالكبشة اللي احنا شايفينها دي عايز اقول لكم ان انتو هتحبوه وهتعملوه في دقايق مش غلبة خالص الاول كده اشتركوا في مطبخ ايموت شانل لو انتو لسه ما اشتركتوش سموا الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يلا بنا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا نشوف المقادير ونشوف الطريقة اللي حقيقي بالنسبة لي كانت ابهار في طبق كده هحط كباية من الحليب الحليب معايا هنا دافي هضيف كمان نص كباية من المياه الكباية اللي بعير بها حاجة بعير بها كل حاجة ضيفت كمان معلقتين كبر من السكر معلقة صغيرة من الخميرة الفورية هتديهم تقليبة كده كويسة جدا بالمضرب اليدوي لو انت عايزة تعمليها بمية بس اعمليها عايزة تعمليها بخليط مية على حليب زي ما انا عملتها كده اعمليها عايزة تخليها حليب بس ضيفي الكباية ونص حليب تمام بعد ما ضربت الخميرة في الحليب وفي المية سبتها كده لمدة حوالي ربع ساعة اعملت معنا الرغوة اللي احنا شايفينها دي تمام كده بنات هقلب بس الرغوة دي كده وهنزل ببيضة هديهم ضربة كويسة طبعا السوايل معايا بردت تماما انا كنت حطى كل حاجة دافية معايا في الاول الحليب دافي المية دافية بلاش الحاجة تبقى سخنة قوي عشان ما تموتيش الخميرة معاكي اضيفي معلقتين كبار من السكر عشان الخميرة كمان تشتغل معاك بسرعة تمام السكر هو اللي بيشغلها هضيف كمان طبعا طالما حطينا بيض هنرش رشة كده من الفانيج وهضيف كمان رشة ملح كده بين صوابعي يعني حاجة بسيطة هنضيف كمان معلقة من الخل الخل هيخلي العجينة معانا مفتاحة وفي نفس الوقت عامل من عوامل اللي بتضيع زفارة البيت في اي عجينة تماما تمام دا كان نص كيس بيكنج باودر ضفته يعني حوالي معلقة صغيرة ضربتهم بقى كويس كده مع بعض بعد كده هبدأ اضيف الدقيق هضيف الاول كوباية كده من الدقيق مع الضرب انا بضرب في الاول كده بالمضرب اليدوي بعد كده يا اما بتضربي بسبتيولة او بطبق او تضربي بأديكي انا ممكن اكمل بأديا معيكم تمام هضيف كمان بعد اول كوباية دقيق دي مش اول واخر كوباية دي اول كوباية بس هضيف معلقتين كبار من الزبدة انا مدوباهم تقدر تستخدمي مكانهم زيت وتقدر تستخدمي مكانهم سمنة دا كله بقى وانا بضرب بعد كده هضيف كوباية دقيق تانية وهبدأ بقى اعجنها كده انا عايزها يعني تبقى في نفس القوام مع جينة الكريب بقى او قتقل شوي تمام زي عجينة القطايف كده حاجة تقيلة شوي انا بدأت اضرب الاسباتيولا بس حسيت ان الاسباتيولا هتوجع لأدية افضل بقى حاجة علشان تخرجي نفسك من التكتلات بتاعت الدقيق دي هي اديكي بصراحة النبي عربي كده وبشتغل بأيدي الناس بقى اللي هتقولك ياعو اعو احبوش انا مش عايزهم يدخلوا لي الفيديو اصلا فانت لو بتقرف ان انت تشتغل بأيديك ما تدخليش الفيديو او كفاية عليكي فرجة الفيديو لحد كده اخرجي منه وما تقوليش كلمة وحشة تمام اهو انا كده اهو ببدأت بقى اضرب بأيديك برضو قوام العجينة انا هعرفوا في ايدي يعني انا عايزاها قوامها تبقى حلوة بص بقى ضربة عفية كده حلوة اهي يا جميلو حلوة جدا اي تكتلات بقى انت هتحس بيها في ايديك كده وهتبدأ تفكيها تمام اهي شايفين قوام العجينة هي لسه خفيفة سيكة معي هضيف كمان ربع كباية دقيق يعني حوالي معلقة او نص كبار بصوا انا بضرب قوي ازاي الضربتين دول هما اللي هيضيعوا اي تكتلات معيك ادي ربع كباية من الدقيق كمان خلاص مش هضيف فقى دقيق تاني كده بصي بقى ضربة عفية كده تفك اي تكتلات معيك تقدر تعملي الخطوة دي بالمضرب اليدوي اعملي تقدر تعمليها بالمضرب الكهربائي بالعجان اعملي انا مرضيتش اشتغل في العجان النهاردة لان مش كل الناس متوفر عندها العجان فاشتغلت يدوي على الاخره هو يعني مفيش اي حاجة دقيق ومية وبيد وزبدة ويبصي اشتغلت بايد تلعت معانا كده القوام بتاعها شايفين قوامها انا عمال ارفع في ايدي اهو اريكو القوام بتاعها كده خلصت معي هغطيها وبعد ربع ساعة اكون طبعا محضرة الزيت على النار بعد ربع ساعة بقت جهزة معي بصوا بقى معي الشفشة اللي ليه زي بوزة كده من قدام مش هارفة بتقولوها ايه اكتبولي بقى في التعليقات بتقولوها ايه تمام هصب فيه العجينة بس بعد ما هبطها من التخمير يعني انا هبطتها من الهوى اللي فيها خرقت الهوى منها تماما تمام كده زي الفل اهو طبعا الكباية كده هتتاخد معي على مرتين بصوا بقى المرحلة دي هي اهم مرحلة الاول لما جيت اعملها بقيت اصبها كده في الكبشة الاول خالص الزيت بتاعي درجة حرارته متوسطة اه اسفق النار درجة حرارته متوسطة الزيت سخن تمام يعني انا سخنت الزيت وبعد كده هديت النار سيكي خليتها متوسطة الاول لما كنت بحط العجينة في الكبشة واجي احطها في الزيت علشان اخرجها ما كنتش بنزلها كلها في الزيت وكنت برفعها واصبها فكانت بتشبك معي في الكبشة لا متعمليش كده كل اللي هتعمليه هتحطي الكبشة في الزيت هتخليها مبلولة كده من الزيت وهتخلي فيها حوالي نقطة كده بصوا فيها نقطة وتنزلي بالكبشة كلها جوه الزيت متحاوليش تميلك الكبشة يمين او شمال علشان خاطر اللي عجينة ما تلاقاهاش سيلت منك ولزقت منك جوه الكبشة او في الجنب اهو بصوا بنزل بالكبشة كلها فقلب الزيت لحد ما بحس ان هي بدأ اتسبها اهو ما بصبش بالكبشة تمام يا بنات خلي بالكم من الحتة دي اهو حسيت ان هي مسكة لسه شوية ابدأ كده ايه سعديها بمعلقة حاول تجيب كده عليها من فوق برضو زيت علشان تعلق وتنتفخ معاكي وما تاخدش وقت تبصوا هي ما بتاخدش وقت اساسا على النار زي ما اتفقنا النار درجة حرارة متوسطة يعني والزيت سخني يعني الزيت اول ما يسخن بابدأ بقى اهد النار سيكا زي ما اتفقنا تمام ارجع واقول ما بتصبيش من الكبشة لا انت بتصبي من الكبشة في الكبشة وتنزلي بالكبشة كلها في الزيت اهيه اوعي اتميلي الكبشة يمين او شمال قبل ما هي تبدأ تسيبها هتلاقيها لزقت في الكبشة وبهدلت لك الدنيا اهو بجيب الزيت عليها كده واحدة واحدة كده هتلاقي نفسك بقيت سريعة فيها انا الاول كنت بطيقة جدا فيها بعد كده لقيت نفسي بقيت اللهو اكبر يعني محدش يلاحق علي تمام كبايتين الدقيق عملوا معايا كمية كبيرة جدا انا هحلي نصها في اخر الفيديو شوفوا بقى هنحشيها وهنعملها بحاجات حلوة كتير تمام حطوا بقى لايك لمطبخ ايمو تشانل واللي ما اشتركش معايا يلا ينورني باشتراككو ما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليق حلوة كده تشجعوني بيا عشان اتكمل معاكم وصفات حلوة زي دي كتير تمام يا بنات اللون بقى خرجيها باللون اللي انت تحبيه اهو شايفين اهو بنزل بالكبشة انا عايزة بس تخيلوا بالكم من الخطوة دي قوي لان الخطوة دي على مفهمتها شوية اخدت معايا وقت ويمكن بواسط اتنين تلاتة كده في الاول انا كنت مترددة اسيبهم ولا لأ في الفيديو بس محبتش اسيبهم بصوا بنزل بالكبشة جوه الزيت مش بميل الكبشة تمام يا بنات دي نص الكمية معايا اللهم بارك عمل يعني حبة محترمين دي كده نص الكمية هبدأ احشي بالنوتلا اهو بالشكل ده عايزة تحشي مربو احشي زي ما تحبي بقى عايزة هفتحها لكم كمان وهتشوف وبصوا بقى تحلية تانية اللي ما بيحبهاش بالنوتلا ده سكر عادي خلص حبيبات حطيت فيه معلقة من الارفة نص قبات سكر كده ومعلقة من الارفة ارفة بودر تمام وبدأت انزله كده في السكر عايزة اقول لكم اني ده هتطلع أطعم من النوتلا بصوا ما بياخدش سواني حالة سهلة وبسيط واقتصادي على الآخر كلنا في بيوتنا الدقيق والبيضة وحطة الزبدة ومش ضروري زبدة سامنا كمان تمش بصوا حاجة كده هشة وسفنجية ومفرغة والله مبارك حلوة قوي على الآخر هنفتح واحدة كمان من اللي فيه من النوتلا النوتلا معلش معلش بصوا حاجة والله قطني كده بتاكلوه تعالوا بقى نفتح واحدة كده من اللي فيها النوتلا الأمر دي يا جمال بصوا حلوة قد ايه ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير مع السلام شكرا